اليوم الإخبارية أخبار على مدار اليوم والساعة اسمع الخبر وانت في مكانك أعلان طوارئ وإغلاق عام وكامل لبنان تعلن إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني اليوم الأسنين حالة الطوارئ الصحية في البلاد بداية من الخميس المقبل إلى 25 من يناير الجاري فيما جاء في القرار الذي أصدره الدفاع اللبناني إنه تقرر تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبار من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020 على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري وقرر المجلس منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين ترانزيت الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور وطلب المجلس من الوزراء المعنيين تجديد الإجراءات التي يطيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية وقضائية ونص القرار تغلق جميع مقارات الإدارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على أن تؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الإدارات العامة وهي دوائر المعلوماتية والعمليات الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات ملحة وتمنع أقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والصهرات وتجمعات على اختلاف أنواعها فيما ألزم القرار الوافدين من دول منها تركيا والعراق وأسيوبيا بالإقامة على نفقتهم الخاصة سبع أيام في أحد الف ناضق وجاء تجديد الإجراءات من قبل مسؤولي الأمن في البلاد وذلك لتطبيق قوانين معاقبة المستشفيات التي لا تستقبل الحالات الطريقة بما في ذلك حالات كورونا فيما منع القرار التحرك في شوارع لبنان بداية من الخميسة المقبل وحتى يوم الاسنين الموافق 25 يناير الجاري ويستسنى من ذلك القرار بعد الهيئات مثل العاملين في النقل والمؤسسات الخدمية والشرطة وغيرها أتمنى يا رب إزالة الوباء وأتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك الأخبار الجديدة يوميا اليوم الإخبارية أخبار على مدار اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر